صباح الخير طلاب الأعزاء طلاب مدرسة عشتاري ابتدائية الأهلية درسنا اليوم رياضيات للصف الأول درسنا لهذا اليوم مراجعة الأعداد من 1 إلى 60 وتكملت كتابة الأعداد من 61 إلى 65 في الدفتر حبايب الحلوين يا شاطر يتذكر هذا الرسم شنوه يا شاطر وين جنا نرسمه جنا نرسمه في الصف على السبورة بيت وفي جانب البيت غابه وفي جانب البيت غابه ذكرنا قصة عنه وهو بيت الأعداد قصة بيت الأعداد ذكرنا في الدروس السابقة عن قصة بيت الأعداد يوجد بيت كبير وفي جانب هذا البيت توجد غابه وفي الغابه يوجد أسد كبير ها هي الغابه ويوجد أسد كبير وكانت الأعداد تخاف من الأسد من يذكر كيف دخلت الأعداد إلى بيتها؟ دخلت الأعداد إلى بيت فأصبحت الأعداد كثيرة فلا تستطيع جميع هذه الأعداد الجلوس معا في مكان واحد داخل البيت فقمنا ببناء غرف داخل البيت وقسمت هذه الغرف بالتساوي بين الأعداد وأصبح لكل أب غرفة وسميت الغرف على أسماء الآباء من هم الآباء؟ من يذكر؟ من هم الآباء؟ عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ها هم أسماء الآباء والآن يا حلوين راح نكمل وياكم مراجعة الأعداد من واحد إلى ستون وبعدها نذهب إلى إكمال قراءة قصة بيت الأعداد أول عدد يا شطاري دخل إلى بيت الأعداد هو العدد واحد منه ثاني عدد؟ اثنان أكمل واحد اثنان من يأتي وراء الاثنان؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة انتبه للستة يا شطار أكون طلاب دا ألاحظهم دا يعكسوها للستة وتصير تشبه الاثنان الستة منها اتجاها لأنها زعلت عن الخمسة سبعة عيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر من يأتي وراء العشرة يا عدد؟ يا شطاري عرف إحدى عشر منتاز اثنى اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر من يجور التسعة عشر؟ عشرون من يجور العشرون؟ من يجي واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون من يجور التسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون تلاحظون انه من دا اقول انا واحد وثلاثون يكتب الواحد وراها اكتب الثلاثون ليش ليش كتبنا اول شي الواحد وراه الثلاثون لان الواحد هو الصغير دا انطق اول واحد دا اقول واحد اذا هو الطفل الصغير ثلاثون هو الاب ثلاثون هو الاب فلازم انطق اول شي اسم الطفل وراها انطق اسم الاب مثلكم تماما يصير اني اسمي علي اني اسمي علي وبابا اسمي زياد يصير يقولولي زياد علي يصير الاب يصير هو الطفل والطفل يصير هو الاب يصير يقول زياد علي خطأ علي زياد لان علي هو الصغير وزياد هو الكبير وأيضا حسن حيدر يصير نقول حيدر حسن يصير الأب الكبير يصير هو الصغير والصغير يصير هو الأب الكبير خطأ إذن لازم أني أنصيح أقول حسن حيدر نفس الشيء الأعداد أول شيء يذكر اسم الابن الصغير وبعدها يذكر اسم الأب واحد وثلاثون إيه من ذكرنا؟ ذكرنا اسم الطفل الصغير وراها ذكرنا اسم الأب الكبير نفس الشيء اثنان وثلاثون إيش دا أنطوق؟ من أول شي قلناها؟ قلنا الاثنان وثلاثون إذن تكتب الاثنان وراها أكتب الثلاثون اثنان وثلاثون من يجور الاثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون من أي جوار التسعة وثلاثون يا شاطر ممتاز أربعون من أي جوار الأربعون واحد وأربعون أبطال واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون ثمانية وأربعون تسعة وأربعون منو يجي وراء التسعة وأربعون خمسون منو يجي وراء الخمسون واحد وخمسون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون بلين جوارة تسعة وخمسون سبتون إيش دا اللاحظ يا حلوين؟ دا تلاحظون شيء من خلال كتابة هذه الأعداد؟ دا اللاحظ إنه الأطفال هم يبدأون جميعهم من واحد إلى تسعة من واحد إلى تسعة ويدخل عليهم اسم الآباء من هم الآباء؟ عشر، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون ها هم أسماء الآباء ولكن الأطفال لا تتغير أسماءهم يبدأون من الواحد إلى التسعة هنا أعدي نفس الشيء الواحد دخل علي العشر صارت إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر وهكذا دخلت علي من العشرون واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون، سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون عشر ثلاثون، لحظ منهم عادت هذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة دخلت فقط عليها اسم أبوهم اسم أبوهم وهكذا هي جميع الأعداد لو أنظر هنا بعمل هنا واحد كل السرة هو واحد واحد، 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 واحد بدأ بالواحد لكن دخل عليها اسم الأب سميت 11 واحد وعشرون واحد وثلاثون واحد وأربعون واحد وخمسون كذلك الاثنان كلها بدت بالاثنان اثنان، 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 اثنان Mack, 3 سميت على اسماء الأب صارت من دخلت عليها العشر صارت اثنى عشر اثنان وعشرون اثنان وثلاثون اثنان واربعون اثنان وخمسون وهكذا لنلاحظ أن الأعداد كل هدة عاد فقد يدخل عليها اسم الآباء يدخل عليها اسم الآباء أعيد لكم حبايبي الأعداد من واحد إلى ستون أنتويا ما مردويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون ثمانية وأربعون تسعة وأربعون خمسون ممتاز واحد وخمسون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون ستون بعدما راجعنا لكم الأعداد من واحد إلى ستون راح نروح نلعب لعبة حلوة في بيت الأعداد راح ندخل الأعداد الصغيرة أي الأطفال الصغار إلى غرفهم الأب راح ينادي الأب راح ينادي أول أبعدنا في غرفة رقم عشرة من هم أطفال العدد عشرة يا حلوين خلي صيحهم بابا حتى يدخلون إلى داخل الغرفة شكنا قبل شوية تبدأ الأعداد الصغار من واحد إلى تسعة من واحد إلى تسعة وتسمي هذه الصغار على اسم الأب راح يدخل أول عدد هو العدد واحد العدد واحد من راح يدخل شو راح نسمي؟ راح نسمي واحد لو راح ينذكر اسم أبو ويا راح ينذكر اسم بابا ويا حنقول إحدى عشر هنزل أبو ويا إثنى عشر ذوله أخوان ثلاثة عشر أربعة عشر دا لاحظ شون انو انتو بالبيت متكونين من أسرة والأسرة عدهم عدد من الأطفال أولاد وبنات راح نذكر مثلا اسم زهراء محمد أحمد محمد ذوله دا سمعون انو نفس اسم الأب بس الاسم ما للأطفال دا يتغير هم أخوان داخل البيت وأبوهم هو أب واحد لكن منو دا يتغير دا يتغير فقط اسماء الأطفال إنما الأب ما يتغير اسمه يبقى ثابت يصير نغير اسم بابا هيا شطار يصير نغير اسم البابا ما يصير يتغير اسم بابا بس نقدر من يجينا نونه جديد نقدر نسميه غير اسم ونفس الشي هذا الاسم النونه الجديد راح يجي من راح ينصيحه راح يندكره باسم بابا مثلا النونه الجديد راح يجيكم اسم حسين طب من راح نقول شا نسميه حسين محمد من راح يصيحو يقولون حسين محمد زهراء محمد فاطمة محمد مريم محمد دا تلاحظون اسم محمد دا يتكرر ليش دا يتكرر لان هو اسم الاب فدا يتغير فقط اسم الاطفال اما اسم الابا لا تتغير اكمل احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر لح يدخل الاخ الاخر من وراء الاربعة خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر الحد التسعة الحد التسعة ينتهي ينتهي الاطفال الى حد التسعة ينتهي الاطفال منو جهال منو ذوله جهال العدد عشرة انعيد جهال العدد عشرة ابوهم العشرة من هم اطفاله اطفال العشرة هو الاحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر اتوقف لح الروح على الاب الثاني شو اسمه اسمه العدد عشرون منهم اطفال العشرون هسا تعلمنا رحصير سهلة علينا هندخلهم صاحهم بنو اول شي حيصيح واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون تسعة وعشرون انتهوا اطفال العدد عشرون هنروح الى الاب من يا عدد ثلاثون من هم اطفال الثلاثون يا شطار حيصيحهم ابوهم اول شي المن راح يصيح حيصيح الواحد واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وعشرون اربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون خلصوا اطفال العدد ثلاثون من هم اطفال العدد اربعون يا شطار واحد واربعون اثنان واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون خمسة واربعون ستة واربعون سبعة واربعون ثمانية واربعون تسعة واربعون انتهي اطفال العدد اربعون يلا يا شطار الروح على العدد خمسون من هم اطفال العدد خمسون يا شطار راح يصيحهم أبوهم أول عدد راح يصيحه هو الواحد شو اسم أبوه؟ خمسون أبطال اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون انتهت أسماء الخمسون انتهوا أطفال العدد خمسون راح نذهب إلى العدد ستون وهو العدد الجديد اللي راح ناخذ اليوم كل السهل صارت الأعداد مجرد أن الأعداد راح تتكرر نفسها من واحد إلى تسعة ويدخل عليها اسم الأب فقط ما راح تغير شي بها غير بس اسم الأب راح يغيرها يلا يا شطار خلينا انصيح أطفال العدد ستون من هو أول طفل راح يصيح أبوه؟ واحد أبطال وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون سبعة وستون ثمانية وستون تسعة وستون خلصوا أسماء أطفال العدد ستون والآن راح ننتقل إلى كتابة الأعداد من واحد وستون إلى خمسة وستون في الدفتر رتبت لكم التخطيط بهذا الشكل يا طلابي الحلوين المطلوب منكم ماما هذا التخطيط لاحظتكم بالدرس السابق انه مو كلش مسيطرين على التخطيط فهذا التخطيط حبايبي وعزيزاتي الأمهات يكون بهذا الشكل انه الورقة تتخطط من النص ويكتب العدد واحد وستون مرتين مرتين مو نتبه هنا واحد وستون هنا اثنان وستون لا مانت حتى الطالب يتقوّل ينعاد العدد مرتين واحد وستون واحد وستون ويبدأ الطالب في كتابة الأعداد يتخطط بهذا الشكل حتى ما يخربط لأن أنا معودتهم بالصف على هذه الكتابة إذا خربط الطالب تقدرون تخططوله بهذا الشكل إنه من حددتوا الواحد وستون كتبتوا إلى فوق ضع أحباب عزيزاتي إنه أخططه بالمصطرة بهذا الشكل وأجي أخططه من نانة بهذا الشكل بس تخطيط يكون شوية خفيف شنو الغاية من عنده؟ الغاية حتى أن الطالب يسيطر على الكتابة إنه ما رح يطلع منا ورا رح يطلع منا وصير الكتابة مال تعوجة هذا المطلوب إنه من هذا التخطيط أنا منذ الكتابة يحافظ عليها مصير عوجة حبايبي الحلوين أريد من عندكم كتابة حلوة ومتعبون ماما ونكتب بسرعة وندز الواجب بسرعة زين شطار يلا حبايبي رح نبدو إياكم عندي العدد مثل ما قرأت لكم في بيت الأعداد سمينا واحد وستون أول شيء لما نقرأ نقرأ الصغير اللي هو أنتم الصغار ومن الكبار بابا الكبير فأقرأ اسم الطالب الصغير وراها أقرأ اسم الأب الكبير أبدي أكتب واحد وستون واحد سطر بين سطر كتبنا بهذا السطر هذا السطر أعوفه أنزل على هذا السطر طلابي يشطار ويعرفون شون نكتب أحنا تنا داخل الصف واحد وستون واحد وستون أنتبه للستة موت عجوها طلابي حبايبي واحد وستون أكمل واحد وستون واحد وستون واحد وستون أكمل واحد وستون واحد وستون خلصنا هذا السرة أروح أنتقل للسرة الثاني ومثل ما علمتكم حبايب الشطار هذا التخطيط ما لكم راح يكون وإذا تحافظون على الكتابة أكثر حبايب الحلوين أنه أجر خط بالمصطرة بالقلم الرصاص خفيف كل الشون هس آني مجرد علمود الطالب يحافظ ضعلي الكتابة مات العدد أنه تكون داخل السرة تكون مرتبة بهذا الشكل أكمل واحد أكتب الواحد ما يصير أكتب الستة لأننا ننطق أول شيء الواحد وستون واحد وستون واحد وستون واحد وستون واحد وستون يالا طلابي وياي واحد وستون واحد وستون واحد وستون واحد وستون خلصت؟ الورقة الأولى كتبنا بها العدد واحد وستون أقلب إلى الورقة الثانية راح تخطط نفس الشكل نكتب الاثنان وستون وتكتب في هذا الشكل والتخطيط يصير مثل ما أطلوب من عزيزاتي الأمهات وحبايب قبل الطلاب كتبنا هنا الاثنان وستون راح ننتقل إلى ثلاثة وستون تكتب وتخطط بهذا الشكل راح ننتقل إلى أربعة وستون أيضا تكتب وترتب في هذا الشكل وصلنا إلى خمسة وستون نفس ما علمتكم حبايبي أنه أخططها بالمصدرة حتى يصير كتابتي مرتبة الخطوط اللي راح نخططها تكون بهذا الشكل هي بالرصاص أبدأ كتابة كم العدد يا شطار؟ من يعرف؟ أقرأ الأول كم؟ خمسة وستون أكتب أول شي من؟ الخمسة أكتب العدد خمسة وستون أبدأ ستة من هذا الخط أنزلها لهذا الخط هذا السرة أعوفها أنزل على السرة الثانية هاي الخمسة ما خليها لا تنزل منها ولا تصعد منها والستة تبدأ منها خمسة وستون أعيد من؟ خمسة وستون خمسة وستون خمسة وستون خمسة وستون أكمل سرة أكتب سرة ما أكتب بي خمسة وستون أكمل خمسة وستون خمسة وستون خمسة وستون خلصنا حباي بهذا السرة أنتقل للسرة الثانية أبدأ نفس ما علمتكم خمسة وستون أعوفها لهذا السرة أنزل على السرة الجوة خمسة وستون 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 خمسة أكتب الخمسة وستون ثاني شي تنكتب خمسة وستون بعد ما خلصنا الواجب ما لنا يا ماما هي كتابة الأعداد حتكون واجبكم من واحد وستون إلى خمسة وستون أعيد واجبكم يا شطار كتابة هذه الأعداد في الدفتر من واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون وخمسة وستون هذا واجبكم لهذا اليوم يا شطار إن شاء الله استمتعتوا ويانه في قراءة قصة بيت والأعداد ولي أطلب منعتكم تكون كتابتكم حلوة مرتبة ومتعبون ماما وبابا يا شطاري وتكتبون ودزون أتابعكم على الفايبر وأشوف واجباتكم ونفس الحالة أكو سباق يا شعبة لتخلص أول شي هي راح تفوز ويانه واتمنى لكم الصحة والموافقية إن شاء الله وأنا أحبكم وهواية مع السلامة يا شطار